اهلا بكم مشاهدين الكرام الى عدد جديد من حصاتكم الرياضية الاسبوعية داخل 18 مع ضيوفي الكرام لهذا العدد سنتكلم عن العديد من الموضوع الموضوع الاول سنخصص الحديث عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمطالب باعادة الاعتبار والاعادة الشرعية بين قوسين الى الاتحادية الجزائرية طرحوا تساؤلات هل الامر له علاقة بتصفية حسابات ام في اطار الحراك الذي تعرفه البلاد والتصحيح المصار سنتكلم كذلك عن البطولة الوطنية بطولة غريبة هذا الموسم على الاعتبار ان الرائد ينهزم والملاحق ينهزم الامور نفسها يعني ما زال اتحاد العاصمة في الريادة وشبيبة القبائل في الوصفة نشوف انه غياب التنافس هل امر له صيلة كذلك بالواقع لعرفات البلاد والنقاط الاخرى مع ضيوف الكرام لهذا العدد تكون من براهيم شاوش لاعب سابق براهيم مرحبا بك انسان خير ياسين شكرا على الدعوة شكرا على قبول الدعوة زين عامر مرحبا بك انسان خير ياسين وتحية رياضية لكل الجمهور الرياضي وعمر غريب مرحبا بك الله يتلمك شكرا عمر بدأوا معك براهيم شاوش كما قلنا في مقدمة اول موضوع الحراك بين قوسين كذلك لتعرف الكورة الجزائرية خاصة المطالب بتصحيح ما صار بين قوسين كذلك على مستوى الاتحادية الجزائرية هل تعرف انه تصفية حسابات خاصة انه الاصوات اللي يطالب به تتهم على انها هي اصل فاسد في الكورة الجزائرية ام تعرف انه تصحيح ما صار للاتحادية وكذا الكورة الجزائرية باعتبار الاتحادية هي الواجهة الاسسية الكورة الجزائرية الحاجة الليولة على بالك الناس بكري يقولوا الواجهة يحمل يدي معه كلش فخامة الشعب هذا الناظ القطاعات قاعة رام فيهم مشاكل حاجة بينها اتحادية اصرافها ولا ضغوط ولا تزوير ولا نازجة على بالها دوك كلش تكشف لكن براهيم شاو سؤالي واضح تكلمنا سابقا حتى قبل الحراك تكلمنا على طريقة انتخاب وكان عندكم آراء كل واحد مسؤول على آراء لكن تكلموا حاليا شوفوا انه اطراف بين قوسين كانت ساهمت في انتخاب وحتى اطراف متهمة في الكورة الجزائرية بالفساد تطالب باصلاح الكورة الجزائرية سؤال هل هي تصفيت حسابات مع عزت شي ام انه هناك توبة لهاتي الاطراف انها لاصلاح الكورة الجزائرية ماذا اصلاح الكورة الجزائرية قالوا يعني نقول لك دو كنا لازم المنظومة تروح وهذا شي صعيب لأن الانتخاب كان عنده عاشر سنين كان عنده 15 سنة كان هذي نحن 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 على الناس اللي رح يطالب مصالح اصطادم المصالح التاوز طادمت مالكوش تفاهمو عليه ما كانش سير تير باشك ما اخفاش عليك نهار البرو فديرال نهار بمعناها هذي مجيش اعطيناك ذلك دورس انه في الاصلاح شوف كل واحد انا قلت هل كل واحد هو يضرب على مصلحته شخصية صحة كل واحد ورام كاي الناس اللي بدأت التهضر من نهار الاسمبلي اللي ما عندهم مش مصلحة انا شوفوا دي جورناليست دي انسيان جوار عندوش دخل يهدر وشو يشوف يهدر وكاين اللي يهدر بارسوك انا باتيري بروفي من الفيديراسيو صحيح زين عمر في نفس سياق حوصالة عامة مدى بنا نعرف كمتابع هل ترى انه ما يحدث لكو بموجة على اعتبار انه هناك حراكة البلاد خلينا نصفوا الحسابات مع خير الدين زد شي ام انه حتى نكونوا كذلك منطقيين البعض يرى انه ضرورة صحيح ما صار شوف ياسين انا ناخد الكلمة الاخيرة تا الاخ براهم شاوش تكلم على اشخاص صحفيين لاعبين رؤساء نقول لك براهم انا لي مش نفس شوف اللاعبين سابقين ولا الصحفيين لا ندرهم في نفس القوقعة مع الرؤساء تا الفرق اليوم لان الصحفي ولا لعب سابق معطيات معطيات اليوم ليست معطيات الغد ولا معطيات البارحة نحن نخدم على حسب معطيات لا نخدمهم من الخيال ولا نقيد اشخاص اليوم باش نوليك سؤال اليوم ياسين لازم نتكلم الحقيقة هل كان هنا في الجزائر كدولة اليوم الحمد لله هل شعب هل كان هناك مصار انتخابي في الجزائر في كل المجالات كان يمشي بطريقة قانونية اعطي لي الجواب هل كان مصار انتخابي في السياسة ولا في مجال اقتصادي ولا في مجال رياضي حتى في الكورا اعطي لي انتخاب جراء ما كان هناك يد خفية ما حركتش أسخاص باش يعني لو شوفوا نشوفوا الفاصات كما يقول الفان كاين لا فون دي ما شوفوا لا فون يكون صندوق في كورة القدم نحن بشن قعد في كورة القدم وفي الرياضة لم تكن هناك انتخابات نازيها منذ 62 إلى يومنا هذا رئيس فدرالية دائما اعتبر من الاشخاص تعكورة القدم من اشخاص المهمين في البلاد من اشخاص اللي كان عندهم دور يعني اكتر من وازير لانا قلناها في السابق ولو يعني انا كنت نقولها ونتحمل مسئوليتي كنت نقول ليست الا لكي تشتري السلم الاجتماعي لانا حتى في الدول العالمية نعطيك مثال بسيط سامحني نحل قوس كين رؤساء الدول كفرنسا في امريكا كما يقول يركب الموجة فرنسا تربح كأس العالم رئيس فرنسا لا كوت وتهبط يركب الموجة في امريكا رئيس امريكي معروف دولة على الحريات يحب كرة سلة الباسكتبول يمشي لزاكتور اليوم لما تكلم لي على خير دين الكل يعرف ان الطريقة انتخب بها ليس طريقة قانونية وهل سابقوه وما تكلم شغل على محمد رورا سابقوه وسابقوه وقبله الكل انتخب بطريقة قانونية اليوم المنظومة الكاملة سمحني يقدر يقول لك احد المتتبعين يقول لك لكن الامور حاليا ندعو الى تصحيح المصر اليوم صح اليوم لما تدعو على جميع الاصعيدة معليش اليوم هذا كلام صواب اليوم لما تقول ندعو الى تصحيح المصر نعم ماذا بين هاي ندعو الى تصحيح المصر ونحو هذه الفيديراسيون اليوم شفنا الشعب الشعب لم يتبع كورت القدم أنا نشوف الملاعب فارغة اليوم الشعب يريد تصحيح مصر دولة وامة ككل هاي نحبس مصالح كورت القدم ولكن كاي الناس لما تقول نحبس كورت القدم يتمسوا في مصالح شخصية هاي نحبس كورت القدم حان الوقت نحبس كورت القدم بمعنى ما لعبوش كأس افريقية هاي لحبسوها عامين ونروا برونيو في 2020 عندنا الوقت باش نحو تصفيات كأس بمعنى زين هاي سامحني هاي نصف كورت القدم ويعني كما يقول نقوها بأتم معنى الكلم بمعنى زين عامر تشوف انه هناك يعني ترجح كفة تصفية الحسابات اكثر من باسور ياسور اصلاح الكورة أنا ما نتكلمش على بعض الاشخاص ولكن يعني كينولوا الحقيقة حقيقة وعش قلت لك حقيقة اليوم ليست حقيقة الغد شفنا الشيخ سعدان يعني نسلم عليه ولو يعني الشيخ المدري بين عمل واش مليح ولكن ترغلطت لما انت تكلم على شي جرى في 2010 تكلم عليه في 2018 نفس شي اليوم لما رؤساء اليوم يتكلم على شي جرى 2017 2017 وعليش ما تكلمتش اليوم المنظومة ياسين معروفة منظومة مصالح منظومة يعني حيني اليوم وقتلني غدوة اليوم كل واحد يحوس على يعني شفنا الاول من كان ضيد هذا الفيدرالية كان الرئيس عبدالكريم مدور اليوم اللي يراه رئيس الربيطة الوطنية يعني باش نعطيك امثلة هذا شي معروف في كورة القادمة لما ما تخرجش عليك تخرج وتأتي بأفكار وين تنوه الرأي العام وتقولهم هو الصراح ولكن الكل يعرف هذا شي وعليش عين عايش فيما بعض عمر غريب يقال من يحارب الفساد يجب ان يكون نظيف نشوف الاصوات التي تطالب بمحاسبة رئيس الاتحادية ولا المكتب الحالي على طريقة انتخابه هي اصوات متهمة لانها سهمت في الوضع الحالي ما تشوف انها تصفيت حسابة اكثر مشي آخر وانتكو تحاضر في اشغال الجمعية وانتكو تحاضر في اشغال الجمعية واش حبيدنا نقول لك يا رسين الناس لها تطالب الناس لها تطالب هوما اللي كانوا مدعمين خلدين بسم شي هوما اللي كانوا مدعمين ومن الأول كي جا كي 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 مدعا بينه ويقول لي هادا خدزت شي صح نجح في كما قلو في في صنطة فورماسون تاعه في بارادو نجح ما يفي دعسون كبيرة بزهف ولكن انت خب كما سأسمح لي لا لا الاجتماع في المكتب تاعك هادك هي الحقيقة الاجتماع انا انا جبتهم هادك هي الحقيقة جبتهم بسكو والداني ماذا حدث في الاجتماع حدث في الاجتماع حضروا الجماعة المروا ومدوروا الجماعة قاعدوا حدثنا داعين يخدين زد شي مش ميكونش رئيس بيدين عليها من بعد الصلاة قادت بعمر ما نحكيوش عليها منها خدك يكون ما قاش بعمر وم بعد انا انا تكلمت مع حاسن قلت له حاسن يا وديك حاسن حمار حاسن حسن يا حسن يا جدان يده راح يمونه هنزل تسميه وقع جواه دقارة حسن حمار ما حاسن مع المروا مع زرواطي مع الجماعة قلت له انفوالة قال لي اودي واحد ضغط على الوالي واحد ضغط على الوالي واحد ضغط على الوالي بمعنى كان هناك ضغطات نكمل لك ضغطات هي ضغطات ضغط بالصح احنا بشي حبي يقول باللي خيد ينزلت شي ماشي ناس ملعا حولها بشي اذك شي خيد ينزلت شي كان معاه ربو حداد بشير وتزمير لي اولا كومبوزوط لي بايف من اوام تانية حاكم الدان ماناجر ماناجر لماذا يقتل من الناس الذين يطالبون؟ لا، هؤلاء الذين يطالبون كانوا من الأول هؤلاء الذين يختارون القانون ووضعوا هذه الورقة لكي يجب أن يكونوا رئيس فيها لكن عمر غريب، أنت تكلمت على أن هؤلاء الرؤاساء تعرضوا لضغوطاتي ولماذا اليوم تقدر؟ لأنه زالت لضغوطاتي ولماذا أنا كنت أريد أن نهضر؟ نهضر، نهضر، نهضر نهضر، نهضر، نهضر ووزيد لك عمر سامح لي يا سين اضافة عبر اليوم وعلش اللموه هاد الناس لم يتكلموا في الوقت الحالي اللموهم لانه وعلاش في هادك الوقت ما قدموش يعني كما يقولوا ان كونديدا سين زين لا لا اسمحني باشي خدموا كونديدا لا 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 ماشي مخصصين رجال لا لا محمود قرباش كان قادر يكون رايز مجداري ما حدكش مخصصين رجال يا عمر بس او علاش هذه الحاجة السؤال المطروح أسمع الحاجة الأوراوة حاجة الأوراوة كون بريثود فيديراسي وما كاش خير منه حاجة الأوراوة حفروه سامحني سامحني نحضر معلي شيء يريح روح لازم نعطوك مجيس انت تهدر لا انا نهضر ايه انا نهضر وش نعرف انا يريح ونت اقول وش تحت اروح معلي الحاجة الأوراوة احسن رائس فيديرالية من هارس قلّت التزايع يريح انا يقول الك وفيه عنده لي ديفو وعنده لكاليتيك كتر من اللي ديفو اليوم في ديرالية ولا لديك رسولات رأي حمام رأي حمام نطرح السؤال فقط نطرح السؤال نفسي نحن لم نتكلم عن الاتحادية الحالية لكن في تحت المجال لأحد يشكك فيما قدمه محمد دروراواء الكورة الجزائرية تقول وفقا لكلامك بالعامية أن الاتحادية الحالية والرابطة حمام تقيم اتحادية ورابطة في عامين مع رجل قادة استصنى على مستوى تسير الكورة الجزائرية هل بدايات محمد دروراواء كانت مثالية مع الكورة الجزائرية أنا لم يكن مثالية أسمح لي أنتك التحقي اليوم أسمح لي اليوم هومار غريب لا نطرح لك أمور أنتك تحقيق للميلاي نحن تحقيق للميلاي نجاوبوا حاجة نحن تحقيق للميلاي 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 معنىش تقول لك أنا كوطر معنىش 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 عنده الحق غير منطقيا نقول لك أنا على لا تفضل شخور انا نقارنه اهو عنده الحق من جيها بسكو يقول لك باللي ما تقارن سترسل معنىش تقيي خماتك معنىش نعطى له سان فينتسي شحال قاعدة فرنسا لا هذي شعباوية لا هذي شعباوية انا نقزن شوف نفهمك لما يكون نفس المدة أي مرة جولتك معنىش أنا لست دفاعا تكلموا أمور منطقية معنىش إبراهيم شاو لو انت ولازين عامل كنت رئيسة تحادية تتقضي عشرين سنة وهو يقضي عامين بداية عكارثية لكن نهاية جيدة معنىش ويشفو ماشيك بداية سيدي امام كي يجي واحد يقولك يهودي انا ام داروني سيبوزون كما كانت مشيت زير ام داروني ونعرفوا بلي انترى كتير بمقدورك كتير بمقدورك لا غالب ما نجحك لا غالب ريحت ربع سنين ما نجحك ما هوش الاشكالية سيدي اخي اليوم اليوم بلي نشوف انايا الموحيط تعزد شي اللي كان في البارادو هو اللي هو يصير في اتحادية هذا السؤال نقطة الاستفهام هل هذا نقوله 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 هل الناس اللي كانوا معاه كانوا مستوى كما هادو مادوكا انا ما تقوليش ما تقوليش انا يا واحد ما احتراماتي نعود اعطيلي المكتب تعراوه في 2001 ساعة سنة نجاوبوا حاجة اعطيلي البداية تعراوه براهيم شاوش جاوبني فقط على السؤال بداية تعراوه في 2001 هل كانت موفقة في الكورة الجزائري جاوبني فقط اعطيلي النتائج ارح ماليش اعطيلي النتائج لم اعطيك ارح ماليش هدا يحب يقلقك ارح مالي اعطيلي المكتب محمد كفاءة نادير بوزناد الأول من بعد كان سيكريتار جنار سيرتول سيرتول وكيف هديك يخدم تلاتنا وكأن تقادر برجة كان عبد قادر برجاء كانت واحد الأخت ما اسميش اسمها هكذا يا ربي...شكون تاني كان تعبليدة واسمو ألي جايكنا مشيت نتحكي واسمو تعبليدة عميم وحمد يا ربي المهم عمر غالب ما نضيعوش اي 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 احسن أعطيلي أعطيلي إبراهيم شاوش جاوبتوني أنا أتجاوبك على حاجة كما تعلم أعطيلي البداية على محمد الوراوة في 2001 كيفاش كانت على الميدا أعطيلي تفضل أعطيلي أعطيلي جبنا واساج كارثة الكويل لا تكلموا على المنتخب وعلى المنتخب وعلى الجزائرية نعطيك حاجة نقنعك بها نعطيك حاجة نقنعك بها والناس تشوفينها قلنا عندهم كمبيتونس في فورماسيو والناس تشوفينها كان قادر يدير بيرو يدير عباد معه يقدروا يزيدوا ما يعاونه معه يزيدوا ما عنده ماهو ما عندهوش هذا الشي اللي حبيت لحقلك ليه أنا نيج مايش نحكي على شخصاني يقولك وانا وياك حلينا السوجي هناك كي تبوز لك أنا مايش نحكي على شخصاني أنا نحكي على الناس اللي قتليهم قتلك هادوك الناس هادوك الناس هما اللي يسوتناهم واليوم العيب عليهم باش نجي أنا نهضر على شخصاني صحيح سمحني عيب عليهم يوم يجوا يهضروا على شخصاني وعلا ما أخبروش مع اللوة ياسين صحيح سمحني أنا مقعدش في نفسي بسكو خرجتوا على الموضوع ياسين بكل احتراماتي سمحني هنا أنا نحكي على الصيغة القانونية صحيح سمحني لا سمحني سيغة القانونية تكلموا على صفية الحسابات صحيح على الحراكة على الاتحادية هل هو على بعد أيام من الجمعية العامة تكلموا على صفية القانونية منذ مدة الأمور واضحة تكلموا على الواقع الاتحادية الجزائرية للكورة القادم مع الحراكة هل هي صفية حسابات أم تصحيح مصر هذا هو الحديث عن رئيس الفاف السابق عمر غريب جبد على رئيس الفاف السابق احنا نحترموها رئيس الفاف وقدم الكثير قوات الجزائرية نتكلموا على نقطة حتى ما نكونوش ظالمين كذلك أنه التقييم استصنا بي عالي أمر غير منطقي احنا ديما نقولوا بلي كنا نقولوها ونقعدوا في الموقف تعانى احنا ماشي من الناس اللي يروحوا يركبوا ولا في الاخر كي ما يقولوك في الموجة كنا نقولوا بلي أرورا وكان أحسن رئيس فارق وطني كورة محلية لا تخدمها اليوم ياسين كي نتكلم عن هذا الموضوع في عامين نفس الشيء الكورة المحلية لا تبدلت لأن هذا الشيء يدول فينا الموضوع اليوم الاستنتاج أن الفاساد يراه في الفرق لا يوجد رأس الفرق اليوم يجب أن يصلح لماذا قلت لك المعطيات اليوم؟ أنا محفوظ قرباج اليوم يطلب له اسمح لأن الشخص والله ياسين تتكلم عليه إنسان يحكم تليفون ويعيط لك ويفهمك ويكسر معك وما يغيدوش الحال يعني باش نتكلموه بصراحة اليوم سمحني عمار هذا هو الواقع سمحني هو وشو يقول اليوم باش نجول هاد الناس سياسي اليوم باش نجول هاد الناس سياسي اللي تكلم لك عليهم عمار هم اللي يخرقوا القانون اليوم ما تقدش جديد هم اللي يخرقوا القانون أنا مرشت في هات حسابات نعطيك مثال بسيط اليوم لما تقارن به شوي أو يجري باش الشعب يفهم لأن اليوم السياسي يعني أنا شوفه بلي الشعب بتاعنا واعي ويعرف أكثر من أشخاص لما تشوف أنت خيطة بتاع شيها بصدق لي كان يؤيد في رئيس الجمهورية لي كان يؤيد في الحكومة والسياسة المنتهجة بلالا وضع الليلة وضعها يقول يقول لك لا احنا فقدان باصرة واحنا ما لا محاول كلش هاد ونفس شي هاد ونفس شي في الكورة نقول لك الحقيقة ياسين هو الفيديرالية الحالية اللوم الكابير أنا نقول لك هما المشكلة وبيناتهم اللوم ويعرف عمار الرئيس الفيديرالية سيتي بريف يكون باشير والدزميلي وباشير والدزميلي بعدها ما كي مولاش رئيس فيديرالية ودارو وخير الدين ضد شي بدول مشاكل متداخل مقبل ما يولوا الخارج لما انسى حب باشير والدزميلي اللي يقول سيناطور مع يعني البارتي تاع الارندي خلينا يعني ما نشحب نحل هاد القوس ان فيها وعليها بزفع فايس كي ولا سيناطور ولا حراك اخر لان اليوم ايضا ربو حدده رح يستقيل بعد هاد يعني الاشياء اللي انا نعيشها بلما يعني ما اشح نتكلموا عليها اليوم الناس راي ولكن اليوم هاد الناس انا وش حبيت نقولهم تعرض باللي في الجمعية العامة كاين 32 رئيس فريق وكاين ايضا رؤساء الرابطات اليوم الرؤساء الرابطات يا هال تارى يعني اليوم ما لازمش هادو الرؤساء ولا هاد الناس اللي يتكلم في الوقت الحالي تكذب على الشعب ولا غدوة نقول هالك انا بك اصاريح العبار ولا غدوة نحى خير الدين زدشي على رأس الفيدرالية ليس رؤساء الفرق اللي ينحوه لان لو يكون المودورد يعني السلطات اللي راح تحكم البلاد منها الغدوة اللي تكون على رأس البلاد يكون المودورد يتكلموا لان التليفون هو ليسي لو يتكلموا مع رؤساء الرابطات ويقول لهم صوتوا في الجمعية العامة ضد يعني اللي بيلو مورا اللي فينسي تاخير الدين زدشي باش تسحبوا منه الثيقة هم اللي راحين يعملوا هاد العملية وريس الوحساء الفرق برايم شاوج على ذكر الجمعية العامة العادية وفقا لاخر الاخبار جمعية العامة ستكون في شهر رمضان في ماي عوض اذريل بعد عرض الحصيلتين او ضبطها في اجتماع المكتب فيدرالي نهاية شهر افريل كلم على هناك حديث عن امكانية قلب الطاولة على رئيس الاتحادية هل توقع هذا السيناريو على ضغط الموطاية العامة؟ الجمعية اللولة العامة كان فيها النار بلا الدخان ما سراء الناس معنا بلي رايح لا لا نحكو الحقيقة في الكواليس ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش وشوفنا كيفاش داروها داروها مغلوقة ما عليش لا 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 ما عليش خليني نكمل لك لا دوزيام دي شوز خويا هادو اللي بريزيدون اللي داروه ولا اللي مشاو معاه كما كان زرواطي سيسبون دي اليوم اليوم انت 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 خير دين ذاتشي على بلك بلي انت حطوك سوف يدير كيم ما حطوك كما يقدرو نحيوك ما عليش بس حكينا حاجة انا هادو تعالي دالها في رمضان وقيلها على العشرة توقيت توقيت على العشرة يديروا هو يحاوس يديروا في رمضان احنا وصلوا النقاش اعدنا فاصل اعلاني مشاهدين الكرام فاصل اعلاني ثم اواصل اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الجزء الثاني من حصتكم داخل 18 مع ضيوفي الكرام والحديث عن الحراك على مستوى الكورة الجزائرية واستهداف الاتحادية ورئيسها ما بين تصفية الحسابات ام تصحيح المصار توقفنا مع براهيم شاوش في نهاية الجزء الاول عند اشغال الجمعية العامة التي ستعقد وفقا للاخبار في شهر ماي لحيث يتزامن عفوا مع شهر رمضان الكريم ان شاء الله هناك حديث عن امكانية قلب الطاولة السيناريو المتوقع قلت انه الامور واردة رغم انه زين في نهاية الجزء الاول اكد انه نفس الامر في الجمعية العامة الموسم مصاري العامل فات وهذا العامل مايش كيف كيف لابان ابلي بزاف سوال وقال لك السين هنا يقدر الناس اللي رأي جاية تقولوا لي ودي شوف كيف شدير سحبوا منه ثيقة وعودوا لهذاك صندوق باش مبادة يخرج واحد من صندوق يخرج قد دور اللي خرج اللي جا حاسبوع اللي خدمتو غدوها ما تشدوش مني دولي توجاع تقولوا اسمع انا سينيتلك انا درتلك انا عندي انا ابوات نوار هذه ما كاش منها يا جماعة لكن هل زد شي هو بكل صراحة هل هو مطلب شعبي اللي تنحيته ما كاش هناك مطلب شعبي ماعليش مطلب شعبي ذو كان الناس رائيلات يا بالسياسة الليولانية باسكو هي اولا هذا الفوتبال ذو كان الناس مايش دخل الاصطاد باش يكون في علمك ديزيكيب الناس يتلعب لها بطا اصطاد فارغ ماعليش وما كناش هاكدا بس حلو كانت خرج ذو كان الحيارك تسقسيهم في فيديراسيون يقول لك او دي غير يرزطش وهادي راني نشمعوها بره وراني نشوفها ماعليش المفيد انا اعطيت لك دوكاتيك الناس اللي حبت تعاوتوا للشرعية طريق باينة باسكو ما اخفاش عليك كالزين عامل قالك مندو ثليو ستينو كالسرعية ماعليش تقيقة تقيقة ماشي تعاوتوا للشرعية شوف فخامت الشعبة وضرب الناس بكف قلهم يا فطنوفي قاعلي دومان صافي بادير غير الفوتبول ماعليش احنا كل يوم فوتبول ماعليش احنا كل يوم براهم سمحني ياسين باش نكمل في نفسي احتوى العمر اليوم ولو يعني يكون هادش يعني يتنحزتش يكون حركات صحيحية اسميها كيما تحب ديما نقارن لك بالوضع الحالي لانو الله الوضع الحالي ويعطينا اشياء وامثلة اللي لازم تقعد يعني عبرة عبرة التاريخ اليوم الشعب لما خرج كاين ناس ايضا من احزاب معارضة كاين شخصيات كانوا حابين يركبوا الموجة يعني كما يقولوا تأطير الحرا كما هاد العباء نسمعوه يأطروا الحرا اليوم الشعب هو اللي دل حركة صحيحية لولاش خروج الشعب لولا خروج الالاف والملايين والملايين ما كاش يكون هناك يعني قرارات هامة اتخذت من طرف يعني الناس اللي رأيه تاخد القرار بمعنى اليوم بمعنى اليوم بمعنى بش نقول لك يعني بارالال مع كورة الجزائرية اليوم لو تكون حركة صحيحية وكيما يقول لك مطلب شعبي ولاخر ويعني الدولة اللي تكون تسير البلاد يعني تحب تقولي الى شرعية في كل المجالات ما يلزمش رؤساء فرق يحبوا يأطروا ويقولوا باللي احنا درنا واللي احنا فعلنا لان احنا نعرفوكم جامي درتو وجامي ديرو توماتمشوا بالتليفون توماتمشوا بالتليفون الناس في كل ولاية يعرفوا اشخاص يعني حاشا ما نديروش قاعد الناس في نفس بباميات تولمون دول ما مصاك بصحكين البعض نعرفوهم كيف تجوي الى كورة القدم وكيف أولو ونعرفو البعض كيف يسير كورة القدم ومنين جابوا الاموال وشكون يمدلهم الاموال وكيف يخدموا بهم سياسيا لان اليوم ياسين الشيء المهم اللي لازم نقولوه والاستنتاج المهم والاهم ان لما تخلط يعني السياسة بالرياضة وخاصة في بلادنا كي تخلط الغاز والكهرباء نفس الشيء اليوم في بلادنا سياسة تخلطت بالرياضة وكي الناس خدموا يعني في مصلحة ليس الكورة الجزائرية في مصلحة اغراض اخرى وفي مصلحتهم الشخصية ولما يعني هاد الناس ولو عندهم اموال ولو هما يؤثروا يعني بطوروا قلوبيات في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شيء معروف في موحية الكورة الجزائرية منذ زمان وليس يعني حتى الحراك الشعبي عندها واحد نقدر نقول لك يعني سبعة ولا ثمان سنين هادو الاخرين وحتى محمد الراوراوة كان فيك يمشي في هاد الاشياء باش نتكلموه بكل صراحة يعني لما واحد ما يعجبكش تبدأ تخرج الناس صحيح وتبدأ تحرش الناس البندرون واحد دي سيب واحد هاد شيء الشعب اليوم فاق اليوم الشعب او يحوس النظافة في كل المجالة صحيح عمر غريب نفس السؤال الي طرحته على بعد ايام من الجمعية العامة هل توقع انه سيحدث امر ما بتنحية ممكن ضد شيء تحركات الاطاحة به ما كاش يسيري انا نقول لك حاجة سلم بردين ما كاش ما كاش انا نقول لك عمر بردين لكن الامور اختلفت ما كانوا بردين ما كانوا انا نقول لك حاجة والله العظيم بردين راحوا لي ديروا تعصح ما كاشهم والله ما كانوا والله العظيم لي ليس هوزلك يعني شخص يسيري لكي تsetle يا اوه ح جون دي مقاراطية ها الامور لازم تختلف يا اوه كاش دي مقاراطية مستقب解 انا سابقا لكن مستقبلا انا دا لك لك شهر بمعناء انه كيما قال لك constants سنبلي على عشارة الصباح ولا عشارة صباح النزر أكده وهذك لم يهضر أنا أنت حداك والله ما ينواله ما ينواله قلت كله كان في عشار الصحر يجل وحق ربي غير كين قولوا يروح غير يروح فاسك علاش يروح بش على باطل على حقك كان حتى المنطق تياك عمر غريب غريب نوعا ما ما ليش نتكلموا على أنه لازم يروح كان ديمقراطية انتخابات كان انتخابات انتخابات تكتكي على الصندوق وقدان يقول لك بالياسين تكتكي تقول لك من العهد البائد زين عمر على ما أعتقد قال لك لازم يروح بالقوة لا قلت لك شي يروح هو قلت لك قلت لك قلت لك نهضره على خير الدين قلت لك الناس مياهدوا قلت لك ما يكاين والو ما يديروا والو والله يوصدقني وانتفاكروا كيما اليوم فاكروا كيما اليوم الحين يا ربي والله ما كانوا يدخلوا تلوها وكرة القدم ليست مصير أمه عمار إذا لازم كرة القدم تحبس في الجزائر فاسكو لم يهضروا لما تعطي لهم دراهم الفرق تحهم الكل يسكت انت بس الفرق وراه فكاة مولد الجزائر تمشي بلا ممول بلا شارك تصونا طرعاك وكونا مقبل كل يوم ودينا شوبيونا ودينا لاكوب وكده الزين هذه ما تخلع لك الأموال ما تخلعش ماشي قولك الأموال تخلع انت بالك مشيتها بالصح كين عيباد بلا أموال ما يجوش عمار أصلا انت بالك تخدم انت بالك تخدم سامحني بلا دراهم جي كايبالك عيباد بلا دراهم سامحني ريبونديلي عمار اسكوكين عيباد بلا دراهم يجوش ما يجوش حبيت مفاهم ياسير هاد العسلوني ميحبش يفاهم هاد الناس ما يديروا والو هادا الزتش يهضروا علي لي ومغدوا انت بالصح يوم من اللوال بحالك تجدها كيف تتزعم البلاد الحيراء وقد هم مغدوا حبيت يتركبون فيفلوكا فلوكا ما كاش تغرق تغرق ما كان هو مهم ياسير كان عجاء تتجوش يرا و تبا بريزيدون و نفكر كان ايوم إلا واحد فيهم إلا تتجوش يرا انا ما سسم باش اصبت شئ الراح اوقت لك انا دولة تقولو اروح مسؤولين يقولوا اروح أما هادو لم يديرو في الحضر هيا هادو ثلاثة ولا أربعة خطروا وكان جدت على الصح جاءوا كان اتحاد لبريس دول دي كلها كان اتحاد قال أنا بريس دول دي كلها نفكرك حاجة نفكرك حاجة تفضل وقابل شاهد الجزائرين نهار جينا ضد الحاجة أورا أنا ومحشري في حناشي ولحلوك دا نهار منعو نهار درنا كونفيرونس في لوتين إلطن كان هنا لما قسمنا لا لا في الإلطن راحنا درناه لما درناش صح ياك تقدر صح جوا حسن جوا على الجو بس كنا كنا قع كيف كيف كنا قع كيف كيف وكوه راوا راوا متوج جمعية الرؤاسة في خيرة جمعية الرؤاسة هو محباش على بلو راوا راوا اتيك كوموت وليهم شكوون واحدة ويهدر واحدة يهدر نبار الصور واحدا حكي في رسطوره واحدا حكي في القهوة كوهون رجال وتجمعوا واريوا الناس دي واريوا نابلين توبا اه كي غيبت لتلات دقيقة وكلا هاما صحي محاسب على الجامعة ولكن سمح هيا حاسبوا لا ما ديروش رجال زين حاسبوا مليح زين انا مدى بيلموا حاسبة يا زين اتحاسبوا يا زين ماشي الدراهم الدراهم ماشي ديرو رجال رجالهم بعد دراهم صح احنا رانا نحكو بروبلام كأياس الكلمة احنا نحكو ان لا داخل الدنزشي الناس لا يتقول دوك الى الشعب انا كي تقول الشعب يطال الشعب يهضر حاجة اخرى مثلا نحكي لك على الناس الناس مشاكل في كل حاجة وزع ما يهضر على الاخل الدنزشي صحي براحيم تفضل شوفي لا نديرو حاصيلة يعني دكتا على الخدمة خلينا من ملصرة على ذكر الحاصيلة شوف الحاصيلة الحاصيلة ما عليش فقط نزيد لك نقطة فقط براحيم على ذكر الحاصيلة لو نشاهدوا انت تكلمت على انو الأمور ممكن نحو السحب الثقة من رئيس الانتحادية لكن لو نكونوا منطقيين بعيدا عن طريقة الانتخاب وبعيدا عن الأمور اللي تكلمنا عليها هل أداء المكتب الفيدرالي برئاس تزد شيء بالنفس الكارثية اللي كان عليها في أول عام المتتبع ولا احنا كإعلامي يشوفوا انه الأمور تحسنت على مستوى الانتحادية تحسنت لا 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 صح صح من حقك تعلق نعطي لك مثلا نقاط نعطي لك نقاط هامش الأخطاء الإدارية اللي كانت سابقا قلت قلت ايه اروح فقط على مستوى المتخب الوطني شوفوا قدوم مدرب لقى إجماع قدوم مدرب مطلب شعبي هذك روح ما تخدرش لكن يشتغل في المتخب الوطني تحكي والإتحاد اسمحي والمنبر هذا كنت قاعد من هيه نالي قلت لك يا ودي روحوا تجيبوا الشعب رو يقولوا روحوا تجيبوا بالماضي حنا ماشي بالماضي صاحبنا ما نعرفوه ما قالوا بالصح ما تخليش الدولة تنبوزي لكنترينر معلش سمح لا في هذه النقطة أنا تكلموا بصراحة اليوم الصراحة شقيق الرئيس شقيق الرئيس الجمهورية هو الإجاب المدرب الوطني تكلموها سابق 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 سامحني رابح ما جاء تكلموها بيكون صراحة شقيق رئيس الجمهورية هو الإجاب سامحني ولا كيف العهد السابق شكون جاب لك قول كيف ولو درخ تمام ليحا شكون جابوا ما جابوا شينيرال فرنسي لا تكلموا الحال عمار والله بنفس الطريقة عمار بنفس الطريقة يا عمار والله ما تقوليش لا 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 ما تكلمش سامحني سامحني أنا نوز لا سامحني لا تكلمش لا لا سامحني ما تكلمش مع محمد راوراو تكلم مع مسؤولي جزبي نفس المتبوعة نفس المتبوعة كن ديمقراطي كن ديمقراطي وخلينا نذكر موشي اه تفضل طوال نظرها الديمقراطية اي 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 الله يشترك شوف شوف ازي اخويا معلش أنا دكرة كي عيتلي تمحلي ياب عليش كن ديمقراطي يا عيتلي يا عيتلي مينيسر الإيطالي يقول لي اسمعد ديمقراطي ياودي المسلع لا لا سأكمل لك بالصحاناية كي عيتلي واحد مسؤول من فوق من فوق من الدولة ما علي بليش أنا قلت لي انت خور رئيس أنا ببو ما علي بليش ما عليش خور رئيس نقول له ويا عيتلي يجيب لك واحد خمسة عسنة حابس انت ذاني كي لازم غور كيف غور كيف غور كيف مستعوى سمحني ولو انت سمحني سمحني نقصر وانت فهمه انت رأيس فديرالية في عهد سابق هذا لمقبل ما يبدأ الحراك الشعبي انت براهم شاو رأيس فديرالية الرئاسة الرئاسة ما نقوله الشاقيق الرئاسة قوله أمين عام قوله بروتوكول هاي تعييت لك الرئاسة تقول لك جيب فلاني ما تجيبوش نكمل معليش طرح لك سؤال ونتكلم بكل صراحة في كل صراحة ما تعطينا الشعباوية وتطلعنا باطل لنا أنا شوف ما دعوه في فلسطر تطلعنا باطل لنا شوف عمر اليوم اليوم عمر أنا كل خطري يقول لي جاوه في فلسطر كان اليوم بقيقة نجاوب ونتكمل لها شوف عليش أنا رئيس فديرالية محتوط 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 أنا عباك جاتني ما عليش أجاتني أنا بريزدونت فديرالية أخوة أنا عندي ستسنين فوتبال وبعد أجلت رحي بريزدونت فديرالية يقول لهم يقولوا لي يقولوا لي ودي ما عليش تقيقة يقول لهم عندكم غير هذا هاتوني يوموزوش ثلاثة أسماوات تقول للرئاسة عندكم غير هذا هادي نوع عن مارك أحب تطلع باطل فقط ها؟ أبو عمر غيبوك حولية تعرض عليك الشخص هي ما تقول لك او مفرد لكن تعرض عليك هل ترفضها بكل صالحة عمر رئيس حكومة زعي طليق قليت لعب ساجوي قلت له ما نلعب صح أنا أعطيك أنا أعطيك في وجهك والشعب جزائر على بل على الشروالي ضربة أبو رغي أنا أقول لك أه عمر قاسر دقيقة براهم بسك هادا من دك هادا يحب بسك أنا أعطيك أنا أعطيك أنا أعطيك بصراحة وشعب جزائر أنا أعطيك رئيس الحكومة قال لي عمر هو كلمني مكانش أنت ميديار مكانش كان هو قال لي عمر قتله أنا الشعب يقال لعب وخصرت وخصرت ياسين نقول لي في النقطة عمر تفضل عمر معلش أنا محطوط وجابوا لي أنا أقول لهم هذا السي رابح أو كان كونسيتيعي كبرت به لازم تكون انتليجي كان كونسيتيعي وما زلوا كونسيتيعي ماذا بي هادا تريح مرايات كونسييني معلش شوفوا لي أسمو حداخل كملت وصمتوا علي قال لك معلش خليه يدرب المتاخب الوطني معلش نخرج لتليفزيون نقول لهم يا جماعة مصلحة البلاد ما تقضى باش نديره ماجر وهذا الأمر اللي يتب ما قلش في مصلحة البلاد ما قلش في مصلحة البلاد جاء جاء الناس كانت تحضر مع ابو المادي هو صح 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 ما قلش نقول لهم ما قلش تقولون شوف رحضا حية ثانيك شوف ربح ما قلش صاحبنا وسلموا وقلوك ما قلش أنا كونخ دارية ما يروحش ما قلش ما قلش ما قلش جعب كبير ما قلش انستار اسمع شوف يضحى كي جابوه جابوه باسكا علاش كانت تم بها ضغط على خير دين زد شي لا لا ما نخبيوش يا ياسن تخلينا نهضروه كان ضغط كبير على خير دين زد شي جاب ماجر جاب ساعدان دقيقة دقيقة براين جاب الجماعة وبعد اللي ما شوينا رح تراحط الماجر ونساوي خير دين زد شي هذي ما تخلطش صح صح أنا أكمل لك حاجة سامحني 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 خلني براقي فقط وش بالحاصلة ومتكمل مطرح ما عليه مطرح بثمنية ورق بربعة اكت بدية مطرح بحسب بيروفيديرال شحال فيه شحال في بيروفيديرال عمار شحال في بيروفيديرال ثمانية ثمانية شحال بقده عدوك لا عوضهم لا كتر من ثمانية لا عوض المرؤة ...تلاثل بعتاش تلاثل 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 شفيتهم ما عليست فمضى التعويلهم Quandếnانا diesen 회 nenood piandan أنت من الأح sparken . مريك . الأمر إيجابي تفاوني لا لا يعتقد أن يعتقد سائرة ومحب . لقد قلت في البيرو فدرال قلت ناريلا الولايati بلق unseren president's club consistency في البرو فدرال الناس الذين تعرفون القادم لأن هذا المال في البرو فدرال نقول لك 70% ما عندهم شي علاقة بكورت القادم هذه واحدة لديهم الأسهم في الفرق وكايل يحتمون الدولة كما ربو حدد حتموا الوزير الآخر حتموا الوزير بلا ما نهضروا الموفيد هذي قاعد جا يمتح تولد علي بس هكينا حاجة ممكن هذروا حاصلة حاصلة عندك شمبيونة ضعيفة راي ولت كثر من مستابقة نيفورا هو زيت الناس غير بيناتكم ما عرف تريق ليها الناس قاعد تقول لك يا ودي كيف أضقينا هذروا الصح عام يقولوا لي كاين خور رايس فدرالي هو يعين الحكام وعلى ما تقولوش هكذا تعجيبوا الأديلة اه اه وعلى ما تقولوش هكذا انا كاين حاكم كاين حاكم تكلمت معه غير قال لي ما جبتش اسمو حلفني قال لي اقسم بالله العلي العظيم غير حاسان زجي خور رايس لماذا ما جبتش اسمو ولماذا يخافي واجه كذلك بمعنى منافق من المنافقين اللي يتكلم عليه وامار خالي نكمل لك لا 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 شكمل لك قال لي بالحرف الوحدة منزيتش فيه هدرتي ولا بسكين بعدي قال لي اقسم بالله غيرا ان تعرضوا بضغوطات كبيرة من عند خور رايس انساحب انساحب كان هو يكون على رأس الوجن التحكيم ما كانش أماله يكون عنده يعني كما يقول لك إينا في باليوداتر في هاد الاخر كوسا هو اللي كان سا كوسا شكون جابوه محني هم هم جابوه لا 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 جابوه حسن حمار هم جابوه يونا عرفوا يا الزين ما تعرفش البيرو بق نقول له يا الزين على بالي في الاجتماع مع الوزير داخل المكتب لا لا قليلي بوش خلهم لا لا نقول لك عدو بالله ما تخيل ما يسيرنا ايه قال لك فوالا قال لي عوما تدخل قلت له ما تدخش قال لي شوك شو واحد الدخل وقلت له لا لا قاطيني قال لي حسن حسن جابوه ماما مامار جبوه جبوه زرواطي ياه وشادي يقول له زرواطي قسمي على قسمي ماما يلمره ايه المره إياه لالما ما حققه كل واحد احت واحد وشادي يقول لك سمحني سمح هنا اخلاص أنا لما أتكلم عن التحكيم رأني معك مئة بني اليوم الوجين التحكيم ما عندهاش الاخر مع داشت مصداقية اليوم الكل يتكلم عليها والفيدرالية هذا خطأ كبير وفادح منها ولكن اليوم لما تكلم على الكواليس أنا لي يا شو براهم جيب لي أدلة ولا ما تكلمش من هذا المنبر ولا واحدة خلومني اليوم حتى أنا تكلمت مع حكام آخرين قالوا لي بلي في سابق في عهد سابق كانوا نفس الضغوطات وكان أشياء أكثر خطورة من هذا الشي ولكن أنا يا صحفي أنا ما نقدرش تكلم بالدالي صحفي سامحني حتى في الوقت السابق جامي تكلم على أشياء أنا نقدروا على الحصيلة ما ركش فيها لا في الحصيلة لا باش ما ندكتوش أسماء ولا تهموناش بدون أديلة اليوم لما تقول لي كوميسيون ضربي طلاج بلي أماله دائر واشي حاب نقول لك ناعم وما عندوش رحام ما لا أصلا الجواب هو دقيقة ما لا أخو رئيس الفيدرالية شفناه بلي راح للحاكم وانتقدوا مور الماتش وكانت الكاميرات ماك فاسكو يخسروا قالوا اعطيك صحة قالوا بينار بيتري لا لا الفودير لا لا بمعنى بينار بيتريم باعد راحل فيلكو خلينا شوفوا قلكم حاجة وقلكم حاجة براحل باختصار 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 حتى رحوا البطولة موقع نشوك باختصار باختصار أنا قلت لك شوف زوج كلمات محيط تعزد شي هو اللي ادهل الواد صحيح الأمور تزداد على مستوى الفارق للمعطاية ليعرفها كل الجزائريين بخصوص مالك النادي لكن بمقابل ذلك الأمور ما زال فارق يعني ما بين اتحاد العاصمة وشبيب القبائل وحتى نادي بارادو هل تتوقع أنه الأمور محسومة لاتحاد العاصمة على تبار أنه مستوى ملاحقين ماوش يعني في مستوى مزحمة الاتحاد حقيقة ترجو يا سين اتحاد العاصمة وجوز في مرحلة فارغة ماوش مشكلة المالك تاعه عنده 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 أسابيع عنده أسابيع عنده أسابيع جوز في مرحلة مرحلة فارغ وكسرت شخص المباراة بهادي تلت المباراة مايب الصح ما كي تشوف انت البطولة البطولة شوية طعيفة يا سين شايفت القابلين هزمة في تاجنا انت اليوم كين مقابلت كين فارغ ولي تسبت الوزين بلاس ولا مايب الصح نقول لك باللي اتحاد العاصمة عندهم 8% ينجوا ويفوزوا بالبطولة وهاد المشكلة تاع المالك تاع الشركة تاع اتحاد العاصمة ماوش بروبلام سمانة لنهار خسروا مع المولودية كان المالك يمشي يخسروا من قبل تاني كان المالك تحمي مشي مشاكل داخلية مشاكل داخلية وانتمنى ان شاء الله اتحاد العاصمة يخرجوا من هذه المشكلة هل تشوف انو الامور محسومة ليه لا لا انا كيباران يشوف على حسب البطولة شوية البطولة ضعيفة بززاف انا نقول لك باللي اتحاد العاصمة 80% ينجوا ويفوزوا بالبطولة زين عامر الامور يعني غريبة كما طرحناها في السؤال على الاعتبار انو انهزام رائيسة مباراية متتالية يبقى يحافظ على نفس الفارقة نتائج هي اللي تقول هاتش الملاحقين كشبيب القبائل كانت عندها فرستين وشفنا يعني الانهزام في مدية بعد ذلك يعني في تاجنانت ايضا ان هذا الفرق تصاري على البقاء يعني شفنا تاجنانت داروا مواناشة المباراة هل فارح شبيب القبائل سيندم على هذا الموسم على تبار انو لا ما يندمش الفرصة مواتية يعني سامحني ياسين لازم الناس ايضا يعرفوا شبيب القبائل رائف الفيدة يعني المشروع تلك شبيب القبائل ليس باش يربحوا اللقب شبيب القبائل اي ولاتك شغل ما كانت وين كانت وين ولات كانت تلعب كل عام يعني الرئيس سابق كانوا يلعبوا علمانت يعني اليوم كان مشروع رياضي اليوم راههم ايضا يعني يحاربوا ويسيوا يعني باش يلعبوا منافسة افريقية وهذا الشي ان شاء الله يعود لهم بالفيدة يعني ما لازمش نقارنوا كالما تقول انت ليستر ربحوا الشمبيونة دانجلوتا يعني تصرى خطرة اليوم جابي ببات القبائل يعودت عن ركونستركسيون عودت لانسات دي جون عندها مشروع ولذلك لكن من حق الملاصر لما يشوفوا المواطعيات راهينا البطولي هما وشقالوا ياسين هما قالوا احنا لعبوا مباراة بمباراة هما كي لحقوا المانتيا قال لك لعبوا اليوم يعني بلكستاني سوفلمونة على الفارق ولكن اليوم انا نظن يعني عمر قال لك 80% نظن تكون الحالة صعبة شوية عمر لانا كان فيرق اخرى عندهم يعني ما زال لماتش ريطار عمر ما زال لما سمحني انا كمتتبع كي نشوف بارادو يلعب بدون ضغط بارادو يقدر يكون ليستر الجزائر بدون ضغط او يلعب بدون ضغط عمر هما ما يسنوش لبريم ولا لصالير هما يلعبوا بدون ضغط لما تشوف يعني انا ميزا بار هادو انا معاك يعني الاخرين بصح على البوديوم يقدروا يتنفسوا على البوديوم براهم شاوش لو انتكلموا على في الاخير انتكلموا على فارق هو مولودية الجزائر اللي عرف تغيير على مساوى الطاقم الإداري لكن شوفوا انو الامور ما زالها يعني شوفنا الاداء تاع الفارق وحيال النتيجة امام نصرية كانت كارثية بس ما نكذبوش هالا الشعب تاع المولودية مولودية هاد العام او كتبو عليها بزا معلش مولودية تاع هاد العام واحد ما يجيي قول لك دوك احنا نلعبوا باديوم ولا نلعبوا غيري كما يقولوا يهرباروا العام الجاي بارس كشفنا ما يخفاش عليك لكيب معالمواج تاع النهد ما عقلنا هم سيبولو مولودية هدي دولا وبعينا بلا حتخلاص هكذا فس كتبو عليك ويشتغل الهدى الهرام كينا في الفارق اه وانا نقول إن شاء الله ما يكونش ان فط ديبار تاع النهthose لانسيان لانسيان طريقة ندا لها دوما الهده الملابور الهدى لانسيان لانسى كما تقال في التلي في أرسيان نسحق مالا بيا قصة سيادي قال باشي قال يرافقني أنا شبانس باللي هادية راح ديجال أنصار ديجال أنصار هم في غاليين على الكلمة هادية و هاد توقع ديو الإدارة هادية تقدر تصمد يعني شوف هم هادو ولاد مولوديا كما قالها خطرة عمار قنس قادة تلا شانس أعطوهم لا شانس نعونهم لاشتاب كلمة قوية بالصح باش تقول الإنسان هذا كراويسان الإنسان هذا كو خلال كاريتا خلال كاريتا في الفريق باختصار الديمقراطية اتفضل انا احنا اطيلك من وقت يتفضل وفيكم معلومة مهمة تكلم على شي مهم هم مازال دوك في الوقت الحالي ونصيحة لهاد المسؤولين الجدد يعني حتى باشي وهدهم يخدمو ذوك ما تبيعوش الأوهام للأنصار بحهم لي كان قبلكم ريحوا ما تبيعو في الأوهام بمعنى لأن اليوم لما تكلموا على لدينا مجددين لدينا مجددين لدينا مجددين لما تحصل الوقت ونعطيك معلومة مؤكدة لدينا مجددين وحتى نزيد لك رح شوف الفيديوهات يقال انه تابع الشركة ليس الفارق لا تابع الشركة وقالها الرئيس موديل لدينا مجددين لدينا مجددين لدينا مجددين لدينا مجددين ياسين هذه كانت حيلة من المدير الرياضي السابق لأنه يبدل الرؤية للأنصار من النتائج إلى مشروع مشروع لما كاشوا وانا نحيي يعني اللي تكلم مسعود تركي قال كلمة صحيحة يعني في الكلمة هذي قال احنا مولوديا وقالها عمر يعني هنا في نفس بلاتون مولوديا يعطيونا في زيرالدا معطيوناش في بن عكلون وما كانش كونفونسيون سمحني ولذا كان يقول لك اليوم هدو إذا حبوا يخدموا خدمة يستكلفوا بالفريق وما تبيعوش الأوهم لأن الأوهم ما تجيبوا له شكرا جزيلا زين عامر براهيم شاوش حقرك حسين بارك الله فيك وشنو اخترى الجاية؟ بتضلي كوتي ديني جيت عمار هذا يبا يسترخ لي مركاج مركاج عمار يعطيك صحة على صاحبه حمد حمد صوري نحييوة يعطيك صحة عمار مشاهدين الكرام إلى اللقاء في عدد قادم وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا